اختلف رجل مع زوجته التي رفضت خدمة أمه وتحججت بأن هذا ليس من الشرع وطلبت من زوجها لو يريد أن يدأكد عليه الذهاب معها إلى الشيخ لبيان الحكم الشرعي فذهبا إليه فقالت الزوجة يا شيخ زوجي يطلب مني خدمة أمه فهل واجب علي خدمتها؟ فقال الشيخ لا يجب عليك خدمة أمه بل خدمة أمه واجبة عليه هو ولذلك يجب عليه أن يستأجر لها من تخدمها وتمارضها وهذه النفقة واجبة عليه هو لذلك يلزمه الاقتصاد في معيشتكم على القدر الواجب في النفقة ليوفر ما يدفعه للممرضة التي ستعتني بأمه لكن قد يكون دخوله على أمه والممرضة بجانبها فتنة فأنصح بأن يتزوجها فيجمع بين المصلحة وهي خدمة أمه ثم دفع الفتنة والشبهة عن نفسه وبالطبع هذا من حقه لأن نفس الشرع الذي تتمسكين بحكمه في عدم وجوب خدمة أمه عليك هو الذي حكم له بجواز التعدد أما أنت فطبقين معززة مقرمة لأنه لا يجب عليك خدمة أمه إطلاقا فقالت الزوجة سؤال أخير يا شيخ هل أجر عند الله إذا قمت بخدمتها فقال الشيخ نعم بالتأكيد فقالت الزوجة إذن أحتسب الأجر عند الله وجزاك الله خيرا يا شيخ شكى زوج لزوجته سوء حفظه للقرآن فأقسمت له لو حفظ القرآن كاملا خلال مدة سنة لتزوجنه بنفسها زوجة ثانية فحفظ القرآن كاملا في ستة أشهر فصامت ثلاثة أيام وقد نظم شاعر أبيات تحكي هذه القصة فقال شكى رجل لزوجته هموما فقال لها أرى في الحفظ عسرا فقالت يا حبيبي خذ حلولي وقد حاكت له في الليل أمرا إذا حفظ الحبيب كتاب ربي فزوجته تزوجه بأخرى ولما حقق المطلوب منه وجاء لها وفي الكفين بشرى حفظت كتاب ربي يا حياتي فقالت زادك الرحمن قدرا وقد أقسمت لو أتممت حفظا سأخطب حرة حسناء بكرة ولكني رأيت الصوم يعلو على النسوان إيمانا وطهرا فصمت ثلاثة تكفير ذنب وأسأل خالقي يعطيك أجر فهذا يا حبيبي بعض حبي وبعض محبتي تأتيك مكرى يقول أحدهم بينما أنا جالس على مائدة الإفطار أنتظر الآذان أدعو لصديقي قائلا اللهم ارزقه زوجة صالحة فإذا بزوجتي تضربني على قدمي فقلت بسم الله ماذا بك فقالت لا تدعو قلت ماذا في ذلك إني أدعو لصديقي بزوجة صالحة فقالت أعلم ادعو الله بأي شيء إلا الزواج فإن الملك يقول لك ولك بالمثل ونحن في وقت استجابة كان لرجل زوجتان واحدة سمراء والأخرى بيضاء فأراد الرجل أن يمازحهما فأجرى مصابقة شعرية بينهما وقال لهما الفائزة تبقى عندي والخاسرة تطلق فقالت السمراء ألم تر أن المسك لا شيء مثله وأن بياض الملح حمل بدرهم وأن سواد العين لا شك نورها وأن بياض العين لا شيء فعلم فردت عليها البيضاء قائلة ألم ترى أن البدر لا شيء مثله وأن سواد الفحم حمل بدرهم وأن رجال الله بيض وجوههم ولا شك أن السودة أهل جهنمي فصر الرجل بهذا الحوار الجميل وببراعتهما في الرد وقال لهما ممازحا كلتاكما فازت وعلى هذا سأتزوج بثالثة كان لأعرابي زوجتان شاعرتان فولدت إحداهما ولدا وولدت الأخرى بنتا فكانت أم الولد تحمله وترقصه أمام ضراتها وتنشد بصوت مرتفع لتغيظها وتقول الحمد لله الحميد العالي أكرمني ربي وأصلح حالي ولم ألت بنتا كجلد بالي لا تدفع الضيمة عن العيالي فاختاضت أم البنت وراحت تشكو لزوجها ضراتها فقال لها كلام بكلام فردي عليها شعرا فنظمت أبياتا كانت سببا في أن يتزوجها الأمير تقول فيها وما علي أن تكون جارية تخسل رأسي وتراعي حالية وترفع الساقطة من خمارية حتى إذا ما أصبحت كالغانية زوجتها مروانة أو معاوية أصهار صدق ومهور عالية فشاعت أبياتها في الناس ولما كبرت البنت قال الأمير مروان بن الحكم أكرم بالبنت وبأمها ولا يجب أن يخيب ظن الأم فخطب منها ابنتها وقدم مئة ألف درهم مهر فلما علم معاوية بن أبي سفيان بذلك قال لولا أن مروان سبقنا إليها لضعفنا لها المهر ثم بعث للأم بمئتي ألف درهم هبة من عنده يحكى أن رجلا ارتكب جرما فحكم عليه القاضي أن يختار عقوبة من ثلاث عقوبات وهي إما أن يأكل مئة بصلة أو أن يجلد مئة جلدة أو أن يدفع مئة دينار فشاور الرجل زوجته فقالت البصل بن عم العسل يأكله كبار السن وإن أكثروا منه فلا بأس فاختار الرجل البصل فما كاد يأكل البصلة الرابعة والستين حتى جحضت عيناه وأعلن عجزه عن المتابعة فقالت زوجته اسمع ما دمت لا تستطيع فوجع ساعة ولا كل ساعة فوافق الرجل على جلده مئة جلدة فجيء بالجلاد وبدأ يعد الجلدات وصار الرجل يتلوى لكن ما كاد يتلقى الجلدة الثانية والسبعين حتى ارتجفت ربتاه وأصبح يصيح كفى لم أعد أتحمد فلم يعود له خيار بعدها فلم لما بقي من كرامته ودفع المئة دينار ثم طلب مقابلة الوالي فلما وقف أمامه قال يا سيدي أوصيكم أن تكتبوا على قبري من أطاع الإناث دفع الجزاء مثنى وثلاث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر